زلزال في الأنفلد أهلا بيكم حلقة جديدة وأس سادسة مبارح الحقيقة عشاء الكورة في كل مكان في العالم كانوا على موعد مع مفاجأة من العيار التقيل حتى أكتر مشجعي ليفر بول حباً وانتمائياً ما كانتش يتوقع فوز عريض فوز تاريخي فوز بيحصل لأول مرة في تاريخ مواجهات ليفر بول ومانشستر يونيتد زلزال بقوة سبعة ريختر درب دفاعات مانشستر يونيتد مبارح بقيادة الفرعون المصري The Egyptian King محمد صلاح مباراة تاريخية بكل ما تحملوا الكلمة من معاني والأهم أنه في نفس المناسبة دي في ذكرى الفوز التاريخي اللي ماعتقدش أنه هيتمحي من جماهير الكورة الإنجليزية عموماً وجماهير ليفر بول خصوصاً بحق محمد صلاح واحد إن لم يكن هو أهم رقم قياسي أو خلينا نقول واحد من أهم الأرقام القياسية اللي حقها طول مسرته الاحترافية أنا وأنا بحتفل بمحمد صلاح مجهز لحضراتكم سؤالين أنا شخصياً ما عنديش إجابة عليه لكن شايف إنه هم من الأهمية بمكان ومكانة إنهم يضطرحوا وإن إحنا نحاول كلنا الحقيقة إن إحنا نفكر فيه بس خلينا الأول نشوف العالم إزاي شايف المواجهة دي وإزاي كان صلاح هو النجم الأهم النجم الأبرز النجم الأوحد لكلاسي كونجلترا ديربي منشستر يونيتد وليفر بول مباراة اللي انتهت بفوز ليفر بول بنتيجة ساعة صفر وتعال نشوف أهم الصحف الإنجليزية إن لم تكن كل الصحف الإنجليزية إزاي مش بس كلمة على تتويج أو فوز ليفر بول على منشستر يونيتد بسبعية هي الأولى من نوحها في تاريخ الكرة الإنجليزية كلها لكنها كمان صلتت الدوء على محمد صلاح كانجم أوحد في المباراة كل الصحف اتفقت على وجود صلاح في صفحتها الأولى وكل العنامين الحقيقة أشادت بمستوى صلاح سيفنان هال زي ما قالت ميري سبورت كلمت على مباراة طبعا أكثر مرائعة ومباراة للنسيان بالنسبة لمنشستر يونيتد بالمناسبة زي ما قالت الصحيفة أنه منشستر يونيتد لم يتعرض لهزيمة من النوع ده على مدار واحد وتسعين عام في تاريخه The circus is back in town السيرك عادة من جديد دي صحيفة سبورت طبعا طبعا هو الحقيقة أكثر من سيرك لو فيه مصطلح أو تعبير سيفن زيرو طبعا زي ما قالت التايمز سبورت وصلاح برضو وروبرتسن طبعا في الخلفية كواحد من النجوم براه هم اللي تصدروا المشهد بعد كده عندنا ده تايمز نفسها 7th heaven أو الجنة السبعة وليفربول يحطم منافسه منشستر يونيتد بنتيجة 7-0 تيماجز والحقيقة يمكن ليفربول 7 من يونيتد زيرو طبعا تصريح لتنهاج اللي بيقول طبعا أن اللي حصل ده غير احترافي وغير مقبول على حد تعبيره وبالتأكيد طبعا هزيمة مش هتنساها أبدا جماهير اليونيتد عندنا طبعا لقطة مارتينيز طبعا بطل كاس العالم في نسخته الأخيرة مع الأرجنتين اللي يمكن الصحافة الإنجليزية الحقيقة ما رحمتوش واعتقد أنه جماهير يونيتد مش هتنساله أبدا الترئيسة الخطيرة اللي عمل منها صلاح واحد من أجمل أسستات في المباراة لجاكبو والحقيقة بيقول مو صلاح سانز ليساندرو مارتينيز توزا شابس يعني بفهم معناه أنه صلاح فسح مارتينيز وطلعه يعمل شوپنج بعد طبعا مكان ليفر بول في اللحظة دي بمتقدم بنتيجة 3-0 ودي اللقطة الأفضل يمكن صحيح صلاح سجل هدفين في المباراة دي وهدفين مختلفين منهم واحد بيمينه ودي بالنسبة لي صعبة جدا أو أفهم أنها صعبة جدا لكن دي واحدة من الحاجات اللي صلاح قدر يطور فيها نفسه بشكل كبير جدا ديسترويد طبعا سنت باكتو آيكس لأنه طبعا كان لعب منتقل لمنشستر يونيتد أنه رجعوا آيكس مرة تانية كل طبعا اللقطة دي يمكن كانت تلقى إشادة كبيرة جدا أو تلقى صلاح بسببها إشادة كبيرة جدا وكانت واحدة من أبرز لقطات ولخاصة التسعين دي لخاصة المواجهة بشكل كبير جدا لعب اليونيتد مارتينيز المطروح أردن وصلاح الحقيقة اللي كان بيقدم كان على موعد مع واحدة من أهم مطشوات أمبارح خدوا بالكم مطش أمبارح ده ليه أكتر من دلالة دلالة موسم ما كانش الأفضل ولا الأنجح بالنسبة لمحمد صلاح على مدار الموسم وهارجع في النقطة دي للعقلية خليني بس أقول أنه أهم شيء حصل أمبارح هو تحقيق صلاح لرقم تاريخي جديد رقم قياسي جديد أصبح الهدف التاريخي لليفر بول في مسابقة الدورة الإنجليزية متخطين طبعا أسطورة ليفر بول روبي فاولر اللي بالمناسبة على صفحته أو على حسابه على تويتر قال محمد صلاح ليفر بول لجند أو أسطورة ليفر بول روبي فاولر اللي كان بيحتفظ بالرقم القياسي كهدف تاريخي لليفر بول بيهني مبارح على حسابه وعلى تويتر محمد صلاح النجم المصري اللي أصبح واحد من أهم أساطير ليفر بول على مدار التاريخ خليني أخذ معاكم بقى المشوار مشوار التهديف تحديدا لمحمد صلاح أرقامه تحليل كل الأهداف اللي أدخلها على مدار المواسم اللي اشترك فيها أو اللي أعب فيها في الدولة الإنجليزية مع ليفر على مستوى التسجيل وعلى مستوى المواطن القوة وخليني نشوف نقرأ كده أهم الأرقام المرتبطة بـ 129 هدف سجلهم محمد صلاح في مشواره مع ليفر بول هنا الحقيقة الإحصائيات دي أو الأرقام دي بتتكلم على قصة الأهداف الأهداف دي تسجلت فين وتسجلت إزاي تسجلت فين بره الملعب ولا جوه الملعب وتسجلت فين من جوه الملعب نفسه يعني طبعا الأهداف دي مقسمة لـ 74 هدف سجلهم صلاح في ملعب الأنفلد وـ 55 هدف سجلهم خارج الديار في ملعب الفرق المنافسة كل ده طبعا نتكلم على أهداف الدولي الإنجليزي فقط على أهداف الـ Premier League بعيدا عن أهدافه الأخرى في بقية المسابقات طيب سجل كم هدف برجله اليمين وطبعا كلنا عارفينه صلاح بيلعب أساسا برجله الشمال سجل 20 هدف برجله اليمين وـ 102 هدف برجله الشمال وـ 7 أهداف سجلهم بضربات الرأس داخل الصندوق وـ 121 هدف وده يأكد لك على عشان الناس كتير بتظلم محمد صلاح في أوقات كتير بتحصل مقارنات غير عادلة خصوصا مع منتخب مصر طريقة اللعب والدور المطلوب بيه أو المهام اللي أخذها محمد صلاح جوان لعب بتفرق بشكل كبير جدا في الإمكانيات وفي الفعالية ترجمة الإمكانيات دي لما تبص على دور صلاح جوه الصندوق أتجد أنه مسجل 121 هدف وهو مش راس حربة صريح ودي نقطة مهمة جدا لابد أنها تتاخد في الاعتبار من خارج الصندوق محمد صلاح مسجل 8 أهداف من ضمن الأهداف بتاعته 129 هدف فيه 18 هدف سجلهم محمد صلاح نتيجة ركلات جزاء الملاحظة الغريبة كانت بالنسبة لي والحاجة اللي أعتقد أنه صلاح ممكن جدا يفكر يشتغل عليها هي الضربات السابقة محمد صلاح مسجلش ولا هدف رغم أن واحدة من أهم مهاراته هي مهارة التسديد وكثير من الأهداف بتيجي بقزايف من جوة الصندوق ومبارة الصندوق لكن الكار السابقة محمد صلاح ما بيستغلهاش خالص أو ما بيستخدمهاش خالص في تسجيل الأهداف ورصيده فيها صفر لما يجي المعدل الزمني ودي واحدة برضو إراية على واحد القدرات البدنية معدل يقل البدنية عنده واثنين مستوى التركيز على مدارة التسعين دي لأن أكتر معدل تسجيل أهداف لمحمد صلاح بيجي دايما في الربع ساعة الأخيرة من عمر أي مباراة 14 هدف سجلهم صلاح في الربع ساعة الأولى من ديئة 16 للديئة 30 سجل 19 هدف من ديئة 31 للديئة 45 سجل 24 هدف وده تقريبا أقل من نص عدد الأهداف اللي هو سجلها الجزء الأكبر لصلاح والنشاط الأكبر والإنتاجية الأكبر والفعالية الأكبر لصلاح دايما بتيجي في الشوط التاني وخصوصا في الربع ساعة الأخيرة من ديئة 46 للديئة 60 سجل صلاح 20 هدف ومن ديئة 61 للديئة 75 سجل صلاح 23 هدف ومن 76 لبلس 90 أعلى إنتاجية ومعدل تهديف الصلاح بيجي في الربع ساعة الأخيرة دايما بعدد 29 هدف نشوف إحصائيات تانية مرتبطة بالخمس مواسط أو ست مواسط بما فيهم الموسم الحالي طبعا اللي قضاهم صلاح مع ليفر بول ومعدل تسجيله للأهداف في أول سيزن كان طبعا النجاح الأكبر لأنه طبعا الموسم الأصعب أنك تنتقل لفريق جديد منافسة من نوع من جيم الدوري الإيطالي من روما رايح للبريمير ليج نقلة نوعية رايح ليفر بول نقلة نوعية وبالتالي مستوى المنافسة والتأقلم والانسجام بيبقى صعب جدا ورغم كده كنا نتكلم على أعلى انتاجية وفعالية لصلاح في معدل تسجيل أهداف موسن 17-18 سجل 32 هدف مع ليفر بول 18-19-22 هدف 19-20-19 هدف 20-21-22 هدف 21-22-23 هدف وفي الموسم الحالي سجل صلاح بالهدفين اللي سجلهم في اليونيتد انبارح 11 هدف بس يمكن على الرغم من تراجع صلاح على المستوى التهديفي في الموسم ده من حيث عدد الأهداف مش من حيث أهميتها إلا للحقيقة واحدة من أهم النقاط اللي تحسب لي الموسم الحالي هو قدرته على صناعة أو عادة توظيف واستغلال إمكانيات صلاح كصانع ألعاب وأسستات أو عدد صناعة الأهداف العمالة صلاح الموسم ده تبقى إليك قد إيه أنه يرجن كلوب اعتمد على صلاح بشكل مختلف عن كل المواسم السابق سريعا جد سؤالين هل لو استمر صلاح في ملاعب الكرة المصرية آين كان الندي اللي هو بينتمي ليه هل كان ممكن يوصل لنفس المستوى اللي هو وصل له النهاردة سؤال يجب أن نحن نجاوب عليه والسؤال الثاني الأهم اللي يجب على الجميع الحقيقة اندية مدربين محللين خبراء اتحاد ربطة كل المعنيين برياضة كرة القدم مصر ممكن يبع عندها كام محمد صلاح وإزاي نقدر نعمل إحنا لأنه صلاح الحقيقة اجتهاد فردي ممكن ولد ده جدا ما كانش يعني يعمل الإنجازات الكبيرة اللي حققها ولا يوصل للمكان اللي هو عملها دي لو ما كانش عنده قوة إرادة خدوا بالك المشوار أبدا ما كانش سهل وتلقى بالتأكيد ضربات موجعة ومؤلمة في موسم زي اللي احنا بنتكلم عليه افتكروا بدايات الموسم وافتكروا زي هولند سرق الأضواء وافتكروا زي ليفر بول كان بيعاني وما زال حتى اللحظة ورغم كده ركز وعرف ازاي يقدر يعمل تطويل في مستوى ويقدر يحافظ على تجديد الدوافع عنده عشان يوصل للأرقام اللي حققها محمد صلاح مبروك محمد صلاح